في رشدة حصلت لكم الضوء على المشاكل الدوائية المشاكل حقا الصيادلة مشاكلنا عموما في المجتمع السوداني لكن في البداية أنا أحاب أعرف دواء يعني شنو؟ دواء عقار في مصطلحات كده مفروض الناس كلها تكون عارفا الدواء هو مادة كيمائية تستعمل عشان إحنا نقدر نواجه بيها أو نقلل أعراض بتاعت مرض أو نواجه بيها أمراض معينة وطبعا الشرط الأساسي أنه يهد تكون مادة كيمائية ليه؟ لأنه في العقاقيرة الطبية هي بتعمل نفس الشغل بتاع الأدوية لكن بتكون طبيعية يعني الدواء والعقار اختلافهم فقط في المنشأ لكن اللي اثنين هما بيقللوا أعراض أو أمراض بتواجهنا الدواء عنده أشكال صيدلانية كثيرة يعني شنو؟ يعني إحنا الدواء دي بجينا كيف أو إحنا بنحصل على كيف المصدر بتاع الأدوية واحد أو العقاقير الصيدلانية واحد كيف الدواء والعقار إحنا بنشيله من حتة وحدة العقاقير بنستعملها بمعنى أنه اللي هي اللي بتكون في المطابق حقتنا السودانية محريب أعشاب مختلفة الأدوية في الصيدليات ممكن إحنا لو لاحظنا بيكون نفس المصدر الدواء الطبيعي لكن بتحصل عليه تغيرات بنضيف أو تعديلات بنضيف عليه مواد أخرى عشان تجيني بالشكل الموجود في الصيدليات الأشكال الصيدلانية الموجودة عندنا في الصيدليات أول حاجة الشرابات الشرابات هي بتكون المادة الفعالة بنحلها أو محلولة في محلول سكري جاهز يضاف إليه فلافر أو مواد منكيها عشان الطعم المر بتاع الأدوية بتاع المادة يعني المادة الكيموية ثاني في عندنا الأدوية الشراب اللي بتصبح شراب بعد ما نضيف عليها موية دي زي المضادات الحيوية ثاني في المعلقات اللي هي سوري المعلقات بتكون جاهزة لكن دي ما بتكون شراب بتكون أكتر حاجة في الأمراض الجلدية الثاني عندنا الأقراص الشكل العام بتاع الحبوب أقراص وكباسيل أقراص طبعا براه والكباسيل براه المهم الأقراص المادة الفعالة بتتم ضمج المادة الفعالة مع بعض كلها وتضغط بشكل معين بحيث يكون قرص بشكل أقراص مرات نضيف عليها برضو مواد أخرى ما منكيها لكن مادة بتحبسك المواد الفعالة مع بعض خاصة لو كان الدواء والقرص فيه كمية من الأدوية الثاني فيه اللي هي الكباسيل الكباسيل دي بتكون عبارة عن جواها الباودر أو المادة للحاقة الدواء تحاط بغلاف جلاتيني الغلاف الجلاتيني دا بيحفظ طبعا يحفظ الدواء ويحفظ المعدة نوع الحقن في عندنا حقن بالوريد حقن بالعضل حقن تحت الجلد طبعا كل نوع من الحقن لو طريقته أو شغله أو هدفه فيه مثلا الأدوية حقن العضل دي بتكون أغلبها مسكينات فيه الأدوية بتاعت المضادات الحيوية لو لاحظنا بتكون برضو غالبيتها في الوريد لأنه إحنا عايزينا تكون تصل بسرعة تمشي للدم وبالتالي توصل بسرعة للمنطقة المصابة تاني فيه الكريمات والمراهم الكريمات والمراهم واللوشنات دي كلها بتقتصر تقريبا في الأمراض الجلدية البخاخات ممكن تكون طبعا زي بخاخات الأنف بخاخات الأنف البخاخات بنستعمالها برضو ممكن تكون في الحلق ممكن تكون مضاد حيوي أو ممكن يكون كمخدر زي ما في حالة الأسنان في القد القطرات القطرات حقا العين والأنف والأذن دي برضو إحنا الأشكال الصيدلانية ممكن تجي بالطريقة دي برضو فيه اللي هي البخاخات في حالة الأزمة أو لو نحتاجها في حالة توسيعة الشعب الهوائية دي المريء طبعا بيستخدم البخاخ أو الدواء بتكون الدواء مضغوط في شكل البخاخ مع الرج والاستنشاق مرة واحدة أو مرتين يعني فإحنا في الحالة دي بنضمن أن المادة الفعالة وصلت للرئة بشكل كبير كده بكون أديتكم لمحة سريعة عن الأشكال الصيدلانية إن شاء الله بتابع عليكم في الحلقة الجاية